اعلن معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسلامية انطلاق اول البرامج الدراسية في معهد القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من سبتمبر الجاري وهو برنامج دبلوم معلم القرآن الكريم هذا ولفت معاليه لان هذا البرنامج المهم سيكون اضافة نوعية في تأهيل العاملين في مجال تدريس القرآن الكريم وعلومه علميا وتربويا بكفاءة واقتدار مؤكد ان المعهد هو احدى ثمرات الرعاية الملكية الكريمة التي يليها جلالة ملك البلاد المعظم لمجال خدمة القرآن الكريم وتعزيز البرامج والفعاليات القرآنية في المملكة بما يرسخ قيمه السمحاء في المجتمع ويعزز الدور الريادي للبحرين على المستوى العالمي بكفاءتها العلمية المتخصصة في مجال تدريس القرآن الكريم وعلومه وكشف معاليه عن تسجيل اكثر من مئة طالب وطالبة في هذا البرنامج مشيرا الى انه يهدف الى اعداد كفاءة متميزة في تعليم القرآن الكريم وعلومه وتهيل معلمي ومعلمات المراكز والحلقات القرآنية علميا وتربويا